والله المكان من 2018 تقريباً لثلاث سنوات وشوي عمره هنا لكن أنا كان لي سابقة قبل في البيت الأول كان عندي مكان صغير المجالس العادية كان فيه بعض القطاع لكن جيت هنا وحولت هذا تقريباً لثلاث سنوات وشوي يمكن ثلاث سنوات واربع شووات المكان الأول كم كان عمره؟ أو كان بس هواية؟ هواية؟ لا لا هواية هو أصدقاء وزملاء فقط ويمكن من عام الـ 26 للهجري الجميل طيب المقتنيات الأثرية اللي قاعدين نشوفها هنا ما شاء الله المكان مليان والواحد بس وده يطالع ما وده يقوم من هنا من وين نجيبها وكم عمرها؟ والله بعض الأشياء كانت موجودة عندي من أول من عام الـ 26 كانت شخصية هم من الأهل وفيه أشياء من الأصدقاء برضو وزودوني فيها كانوا محتفظين بعض القطعتين ثلاث فشوفوا المكان وأعجبهم وحبوا يتشاركوني بقطاع خاصة فيهم للمكان جميل أي نعم ما شاء الله وبعض الأشياء طبعا وقطع كلامك اللي هو الشراء والانتقاء أني أنتقي أشياء ما تكون مكررة عندي يعني لو لاحظت المكان يعني كل القطع اللي موجودة ما تشوف فيها تتكرار زي مثلا نقول الرحة واحد المنحازة وحده يعني بعضهم ما شاء الله ما شاء الله؟ الرحة هو القطع الحجرية القطعتين اللي فوق بعض كانوا يطحنون بها الحبوب وملحوب والمنحازة ونفسها كلها دوات طحن قديم طبعا هو يا طحن يا سف يا خوص يعني كانت تشغل بداية جدا وكانت تستخدم يا من خشب يا من حجر فالجهات الحجرية هي اللي كانت الجهات اليمين أي نعم هي المتواجدة هنا طيب وأنا شوف هنا ما شاء الله عندك التلفزيون القديم والفيديو والكاميرات القديمة هذه كلها شراء أو تجميع؟ والله فيه يمكن قطع قطعتين لكن الأكثر أنا والله أقتنيها بالشراء عشان أكمل المكان أنا حاول أني زي ما قلت لك أني أقتني وأنوّع في الاقتناع ما أكدس الأشياء يعني مثلا خمسين دلة خمسين تلفزيون لا لأني أقتني ولا أبيع يعني حاليا ما أبيع يعني من كل صنف تأخذ لك منزموعة بحادة أنها تكون نعم لأنني أسوي هنا شوف المكان زي العرض عندي عشان ترتاح العين وزوايا العين وزوايا التصوير وموزعها بطريقة معينة مثلا الحجريات الأواني الأجهزة والفصول في جهة فهذا التوزيع يعني غير المجلس هذا اللي احنا قاعدين نشوفه فيه عندك فصول وفيها وشبعت غير المنصور نعم عندي دكان نعم عندي دكان ابو منصور عن شد الدكان نعم أشوف أكثر طبعا أكثر الزوار يشدهم الدكان لأن أكثرهم مر على شراء من هالدكاكين وفيه أشياء الحين يعني ممكن مقلدة نفس الماضي نفس المنتجات القديمة نعم مثل البان ذاك اللي فيه اللاص قول البسكوة بسكوة أبو ميزان بسكوة السعادة والأشياء هذه القديمة اللي عندك ولا مستحدة والله في بعضها ما تلقى حسنا لازم تأخذ من الكبي عشان تحط أنا زي ما قلت لك أنا أحيانا استخدم الترميز في المكان ما شاء الله بدل مطرها شكل الأجوة اللهم أمين فعندنا برضو زيادة على الدكان عندنا محل أبو صالح للثلج يعني قاعدين نعبر عن قبل الثلاجات وقبل البرادات كان أبو صالح يستخدم الثلج والزير والفخار يعني المواد التبريد وما التبريد هو اللي كان يسوق لها في الماضي طيب أبو سعد اليوم في هيئة تابعة الوزارة الثقافة هيئة المتاحب نعم هل عندك فكرة مستقبلا أنه مثلا يتطور الوضع من بدال له مجلس ومكان خاص إلى أنه يصير متحف وتستقبل الزوار واليوم قاعدين ما شاء الله نشوف هيئة المتاحف لها دور كبير ايه ما شاء الله في دعم المتاحف في المملكة نعم هم متوجهين على المقال حتى مركزين على المتاحف وحتى تطوير وسط الرياض وتطوير المباني القديمة يعني الدولة كلها متجهة إلى المتاحف والأشياء تراث وإحياء التراث في كل المناطق وكل المحافظات فأنا مبدئيا حاطى مجلس وأستقبل فيه الأصدقاء وبعض الزوار واللي حاب يزور المكان لكن بسبب الجائحة قلت شوية وقللت الاستقبال على المكان وإن شاء الله في المستقبل لعلي أخذ مكان أوسع من هذا ونحوله بنفس الديزاين حقا للتراث النجدي والتصميم النجدي وننقل الفكرة كاملة بمحتوياته إلى المكان الجديد